استراتيجية الحكومة الهدفة لتوسيع التدول المالي رقمياً بدأت تجني ثمارها بعد تسجيل إحصاءات قياسية لاستخدام المواطنين أجهزة الدفع الإلكتروني تطور النشاط النقدي لشهر جنفي 2024 التي أعدها التجمع تحسناً كبيراً في مؤشرات الأداء التي أعدت لمتابعة هذا النشاط بالنسبة للتعاملات النقدية تجاوزت 14.5 مليون عملية في جنفي بمبلغ قياسي بلغ 265 مليار دينار حيث تم تسجيل أكثر من 6 ملايين عمليات الدفع في جنفي من العام الجاري بمبلغ إجمالي يقارب 10 مليارات دينار الحملات التحسيسية لعبت دوراً هاماً في استقطاب أكبر عدد من المواطنين لاستخدام الدفع الإلكترونية حقيقة يعني الألقام الأخيرة فيما يخص الدفع الإلكتروني كانت إيجابية ومحفزة وهذا راجع للحملات التحسيسية الأخيرة اللي شفنا فيها ولاحظنا فيها اللي كانوا المواطنين مهتمين جداً بش يعرفوا يعني ويفهموا وسائل الدفع الإلكترونية هذه وخاصة يعني استقبلنا عدة أسئلة فيما يخص الدفع بدون تلمس يعني بالكود كيير عن طريق التطبيقات استخدام الهاتف والأنترنت والأجهزة النقطية في التعاملات المالية يساهم في تعزيز البيئة الرقمية التي تحتاج إليها الجزائر بغاية مواكبة التغيرات الاقتصادية التي فرضها التطور التكنولوجي في هذا المجل ترجمة نانسي قنقر